اهلا بكم في حوارنا الاقتصادي هذا الأسبوع نسلط الضوء على قطاع الصناعة في لبنان استعالة ثقة هو الشعار الذي رفعته الحكومة وهو يبدو حاجة لا مجرد شعار لنهوض باقتصاد لبنان وقطاعاته الانتاجية في ظل أرقام ومؤشرات غير مطمئنة اذ يصل حجم ناتج المحلي الإجمالي إلى 52 مليار دولار فيما يبلغ حجم الدين العام 72 مليار دولار أي ما يعادل 138% من إجمالي ناتج المحلي عجز الميزان التجاري يقترب من 16 مليار دولار ولعل ما يبرر هذا العجز هبوط حجم الأعمال في القطاع الصناعي منذ عام 2012 بقيمة تقارب الملياري دولار لفهم هذه الأرقام والحديث عن واقع قطاع الصناعات الذي يفترض أن يكون قاطرة النمو والنهوض بالاقتصاد ضيفنا في هذا الحوار وزير الصناعات في لبنان الدكتور حسين الحاج حسن أهلا بك دكتور حسين أهلا بكم بداية هل يمكن تحديد حجم القطاع الصناعي في لبنان يعني حصته من ناتج المحلي الإجمالي ما هي؟ الأرقام الرسمية تتحدث عن ناتج محلي بحدود 52 مليار دولار الصناعة بتمثل تقريبا شي 12% يعني عم نحكي عن ما يقارب 6-7 مليار دولار حجم الصناعة وربما أكثر لأنه في قصة من المصانع في لبنان غير مرخص يعني عم نحكي عن 2000 مصنع تقريبا إنه مصانع متوسطة وصغيرة للحجم حتى الآن لم تحصل على ترخيص لأنه ما تقدمت بطلب ترخيص هذا جهل بالمواطن أم ماذا؟ للأسف أم تحايل ربما؟ للأسف الشديد يعني أنه فيه هيك في لبنان وإذا برأيي أنا خطأ لأنه لما برخص وأنا كتير عم ساهل شروط الترخيص بيقدر يكون موجود بشكل شرعي وأنوني ويحصل على كل المعطيات والدعم وإلى آخرين بس فينا مش مقررة هك وخاصة باستقطاع المؤسسات الصغيرة يعني اللي عندوها ورشة حديدة ورشة بوية فرن مصنع حلويات صغير ما عم بيرخص وفيه مصانع متوسطة الحجم إذن القطاع الصناعي بيمثل 6-7-8 مليار دولار أليس قليلا لقطاع حيوي يفترض أن يكون كما ذكرنا؟ أصلا كل الناتج المحلي عندنا صغير طبعا ولكن أتحدث عن حصة ومساهم قطاع الصناع بتحقي لما بتحكي عن مثلا دولة مثل لبنان من مين بديك أرنا؟ كتالونيا مثلا؟ نمسا نمسا دولة مثلنا عدد سكانها ضعفة عدد سكان لبنان ومساحة 3-4 مرات مساحة لبنان نتج المحلي 400 مليار دولار وتعليمنا أحسن من تعليمه مستوين العلمي أفضل منه بس نحن سياساتنا الاقتصادية فاشلة هذا هو السبب فلذلك لما بيكون نتجنا المحلي 52 مليار دولار أنا برأيي نتج المحلي حتى قد نتج بيكون 100 مليار دولار عندنا بالبنوك 180 مليار دولار نتجنا أقل من تلت موجوداتنا بالمصارف يعني هذا أخفاق الأخفاق الذي تحدثت عنه هو الفشل في السياسات هل هو بقرار سياسي أم هو مجرد خطأ في الرؤية الاقتصادية؟ خطأ بالرؤية ما في حدا بيقرر يكون فاشل بس في حدا بيخطئ بالرؤية والسياسات بيوصل للفشل ما بيعتقد في حدا بالعالم في الصباح بيقول أن اليوم بدي أفشل بيكون كتير لكن يتحدث عن عقود المرت خطأ استراتيجي كبير بالسياسات الاقتصادية السؤال كبير هو هيك نعم طيب تحدثت عن مصانع غير مرخصة هل كلها لبنانية أم لا كمصانع؟ نحكي قبل الألفان وعشرة الأزمة السورية 2011 نعم كان فيه في لبنان مصانع غير مرخصة أنا جيت على الوزارة خلصت أربعمائة ملف مصانع كانت ما عم تقدر تحصل على ترخيص رخصة بس ما زلك بعد فيه هلأ فيه مصانع سورية غير مرخصة عم تنشأ بلبنان نتيجة الوضع الفلتان نعم ويعتقد أنها هيعمل المشكلة كبير كتير بالمستقبل نعم الأرقام الصادرة عفوا أعذرني للمقاطعة ولكن في السياق نفسه الأرقام الصادرة عن جمعية الصناعيين اللبنانيين تكشف تراجعا كبيرا في حجم الأعمال حجم الصادرات في حجم الصادرات فقط وليس حجم أعمال القطاع الصناعي هو أنت الرقم الإلتي هو حجم الصادرات نعم شكرا للتصويب ولكن الأرقام تقول أن التراجع بدأ منذ عام 2012 ألا يمكن أن يكون هناك علاقة لهذا التراجع مع الأزمة السورية؟ أكيدا في علاقة السبب التراجع بالصادرات هو الأسباب التالية أولا طريق البرية سكرت إن إحنا طريقنا على العراق ما عاد شي طريق طريقنا على الخليج صار عبر البحر طريقنا على الأردن صار عبر البحر يعني صخايل أنت بدك تبعتي من هون لعمان ضاع كنت تبعتيها بالكميون بده أربع خمس ساعات شير بعمان هلا بدك تبعتيها من بيروت بدك تطلع على الإسكندرية على قناة السويس على مصر يعني قناة السويس على العقبة على عمان من عمان من بيروت لعمان في أربعمائة خمسمائة كيلومتر من العقبة لعمان في ألف كيلومتر وتكاليف الشحن أيضا طبيعا هو لما بتقولي في ألف كيلومتر يعني تكاليف الشحن وهون بدك تمرئ بدولتين هون بدك تمرئ كمان بدولتين سوريا والأردن بس بدك تمرئ بالبحر بالنتيجة تحرب إغفال الطريق أثنان الأسواق التقليدية لألنا كلها مضطربة ما هي أسواق التقليدية بالنسبة للبنان؟ سوريا نعم الإعراء أردن مصر الخليج إذن هي كلها دول عربية كلها دول مضطربة لأ لدينا أسواق تانية نحن هلأ لدينا صادرات مليارين وثمانية مليون دولار صادرات لبنان نعم زراعية وصناعية والصناعية أكتر بالحجم الأعمال أسواق كلها مضطربة يعني هلأ ما في شيء سوريا منستهلك سوريا هلأ بيفكر مثلا يشتري تلفزيون أو يشتري برادة ليست أولوية طبعا يشتري أكل نعم يشتري أولوياته العراء مضطربة مصر مضطربة مش بس مضطربة أمنيا مضطربة اقتصاديا الأردن الخليج كله أزمة الخليج معروف أزمة النفط وأسعر النفط بالتالي كلها الأسواق اضطربت اضطربت اقتصاديا اضطربت نقديا يعني بمصر مثلا كان الدولار يعمل 5.5 جنيه طبعا بعد تحرير سعر الصرف نعم هذا بيأثر على التداول يعني أنت بتبعثي بضاع من لبنان لفعلك يا جنيه بديك طالع دولار من مصر ما فيك ساعة بتحجمي عن التصدير بتخافي نعم سوريا سوء مضطرب جدا أمنيا ولكن كان هناك تواصل بينكم وبين جهات معنية في الاتحاد الأوروبي ألم يثمر هذا التواصل؟ حتى الآن لم يثمر إلا تفهم ووعود لماذا ما السبب؟ هل ضعف ثقة بالاقتصاد اللبناني؟ بالمنتج اللبناني ربما بجهدته؟ عقبات اشرح لنا أكثر ما هي العقبات مع المصر؟ أول عقبة مثلا أعطيك أنا الآن في رسالة عم حضرناها مع وزير الاقتصاد وأرسلت لسيدة موغريني اللي هي المفاوض الأوروبي العام للعلاءات الخارجية وأسلمنيها للسفيرة كريستينا بيبيروت السيدة السيدة وصار في نيقاش بيننا والأوروبيين حاولوا النقاط التالية إنو شو فينا نصدر نحن عأوروبا لأن أنا ما بصنع أرباص بلبنان ولا بصنع برسالس وبأم ولا بصنع تلفزيونات بلبنان اللي بدي صنعهم بدي بيعهم طيب شو بصنع بلبنان؟ أدوية كل مصانع الأدوية لدينا هي من منشأ أوروبا المعدات منشأ أوروبا والمواد الأولية منشأ أوروبا والإشراف منشأ أوروبا والأندر لايسنس أوروبا طيب عال إذا بتسمحوا سجلونا الأدوية ما بدينا ما يكون شيء إنه ما بسجلونا أدويتنا هلا لماذا رفضوا؟ بدون أن يحمل صناعتهم شغل كتير بسيط يعني يفعلون ما لم يحسن لبنان بفعله ما لم يفعلون ما لبنان فعل عكسه هذا اللي تلك أخطاء استراتيجية بالسياسات طيب هلأ وعدونا إنه مصانع الأدوية يفتحوا له في وعن لنشوف إذا بيتحق عنوان الثاني أعذرني في حال لم تفي أوروبا بوعودها لماذا لا يطبق لبنان مبدأ المعاملة بالمثل؟ بما أنه ينتج أدوية يمكنه أن يكفي حاجاته المحلية ببعض المجالات ربما في أدوية لبعض الأمراض لا نملك الشجاعة شجاعة أم قرار سياسي؟ هو شو الشجاعة؟ أنا أخذ هذا للقرار أخذ صراحة أنا أي دولة هذك لازم يكون هيك أي دولة ما بتعملني منيح بدي عملها مش منيح بعمل هيك في لبنان ما بسرر يعمل هيك كنت تتحدث عن نقطة ثانية نقطة ثانية هي شي بيسموه قوعد المنشأ أنه يا عمي أنا بدي صدر لعندكم مكسرات وبهارات وأهوة وكل الأخير كلنا مثل بعض منصنع الأهوة والمكسرات والبن والبهارات كل العالم شو بتعمل بالكاجو يعني ترونها بتستوردوا من الإفرية بتأشروا بتبيعوا إما ناي وإما محمص كلنا منحمص الكاجو مثل بعض منحطوا بهالمكنا منحطوا له ملح ومنحطوا له بهار ومنحمصوا ومنعلبوا بنفس الطريقة والمكانات أغلبة كمان من أوروبا شوي هني بدون يصدروا لعندنا أنه هيدا منشأ أوروبا ونحنا بيعتبروش منشأ لبناني قال ما في قيمة مضافة تقدي لا يعتبرو منشأ لبناني وكعمل ما بنعمل مثل بعض يعني هالقهوة اللي بتجي من أوروبا والشوكولات اللي بتجي من أوروبا للشوكولات وين بينزرع يعني الكاكاو وين بينزرع بينزرع بغابات شو اسمها بولونيا يعني من الكاكاو وبينزرع بإفريقيا وبأمريكا اللتانية في جميع الحالات سيصدر من هناك من هناك عم نجيب الأبضاء الأولية على لبنان أخرى غير تقليدية وجوهات ربما لا تملك أصلا أو لا تنتج ما يمتجه لبنان ولا سيما يعني ما يتعلق بالخضار والفاكهة والمنتجات الزراعية بدك سوء يكون أسعاره أعلى من أسعارك يعني بس يكتروها على سوء أسعاره أقل من أسعارك يعني أنا فين يصدر بان على برازيل روسيا مثلا روسيا عم نشتغل على الملف الروسي لحد الآن النتائج منا كثير كبيرة بعد في إشكالات العلاقة بالتحويلات المصرفية العلاقة بتعرف أنت لما بيكون عندك اللغة عندك عائق اللغة عندك عائق التحويلات المصرفية عندك عائق العلاقات عم نفتح عم تكبر مساحة الولوج إلى السوق الروسي لكن بعد بده وقت بس كمان بدي شوف أنا من هيط المطاف ما علي شيء الأوروبي بديسمح لي بيصدر لي بـ 8 مليار دولار الأوروبي وأنا بصدر له بـ 30 مليون شوية تكافؤ 8 إلى 1 قبل نيد نعود إلى مسألة الشجاعة التي تحدثت عنكم أنا عم بحكيهم وعم بيطالبون لكل اللي عم بيحكي هيك بصراحة مشو بدي أقل لكم يعني بدي أقل وزير صناعة بديش أقل لكم شو مش بيكون غير وغير وفي طيب هل تتواصلون مع وزارات أخرى في لبنان معنية أو ربما تملك صلاحيات أكبر من الموطات لكم دستوريا كوزارة صناعة هل تتواصلون معها وتنسقون لإجراء التغييرات والإصلاحات اللازمة طبعا للنهوض طبعا هون أنت أشرت إلى هذا الموضوع بشكريك وزارة الصناعة بهذا الموضوع للأسف الشديد نتيجة كمان خطأ بالسياسات أنه أنا برأيي وزارة الصناعة لازم يكون هي وزارة الاقتصاد واحدة يعني وزير الاقتصاد هو يجب أن يكون وزير الصناعة في لبنان بزارتان منفصلتان أو وزير الصناعة هو يكون وزير الاقتصاد هناك وزير للاقتصاد والتجارة هي حقيبة واحدة ومزارة الصناعة هذا غلطة لازم يكون وزارة الصناعة والاقتصاد والتجارة واحدة ليه؟ لأنه اليوم عن شو عم نحكي؟ عم نحكي عن قطاع صناعي بده ينتج بده يبيع بضاعته بسوقه بده ينفسه بسوقه وبده يصدر فيه اتفاقية تجارية وفيه عقبات هؤدي مرتبطين بوزارتين لأنه بشكل رئيسي وزارة الاقتصاد وزارة المالية لجمارك وزير الصناعة بس بيبعت بمكتب يقول يا جماعة شوفوا شو بتكون تعملوا طبعا أنا على علاقة جيدة جدا مع وزير الاقتصاد وعلى علاقة جيدة جدا مع وزير المالية بس أنا إذا بدي أحكي لقدام استراتيجيا بدي أحكي إصلاح بدي أحكي بني الدولة يجب إلغاء وزارة الصناعة ودمجها بوزارة الاقتصاد نقطة مع السطر عم بيحكي بكل جرأة وكل وضوح هاي أول مرة بيطلع بهذه الطريقة يعني أنه هاي الفكرة بيكون هيك واضحة نقدر لك هذه الصراحة ولكن يهمنا أن نفهم أكثر معادي الوزير سبب غياب هذه الجرأة اللازمة لاتخاذ القرارات التي تحمي الصناعة واقتصاد لبنان يعني ببساطة المبدأ معروف لا يسمح للمنتج المستورد بمنافسة المنتج المحلي بلبنان يسمح يسمح لماذا؟ بلبنان يسمح بطحن المنتج المحلي لماذا؟ لأنه بلبنان في أخطاء استراتيجية رتكباتها لحد الآن ما تصحح فيها كلام طيب كتير عم نسمعه فيه كلام طيب كتير عم نسمعه نشوف إذا بديوا تطبق لكن بكل صراحة وضوح هذا هو الواقع يعني من المستفيد من هذا الواقع مع المزير؟ تجار إذن التجار أقوى من الحفل واللي حمين التجار شوف وإيه بس أني عم يلحسوا مبرد التجار والمسؤولين لألك ليه؟ ما حدا عم يقرأ اقتصاد كله بلبنان مكرو ايكونومي ما حدا عم يقرأ ملتهيين بكل شيء إلا بالاقتصاد مكرو ايكونومي شو يعني؟ مسابقة كلنا هون تعلمت أنا استيس كيميا بالجامعة ما إلي علاقة بكل العالم بس تعلمنا إذا تعلمت غلط خليت لحد إلي يا عمي عم تغلط خلطان إنت إذا صح يتفضل يعملوه بالمكرو ايكونومي نحن الجي دي بي تابعنا 52 مليار دولار عجز الميزان تجاري 16 مليار يعني 3 سنين بيطير جي دي بي 3 سنين ونص 4 سنين بيطير جي دي بي ناتج المحل الإجمالي نعم شو هاد؟ طيب اثنان بس تقولي هاك يعني معناتها فرص عمل ما فيه ورخاء ما فيه شو عم نعمل يعني أنه أنه بيزعلكم تاجر خير إن شاء الله مثلا بعطيك قطاع الدواء نحن في تورتنا من الدواء بيزعلوا مني على مستور دي إذويين شو دي عمل؟ في تورتنا من الدواء مليار و 300 مليون دولار نحن منصرف دواء بلبنان هاي دي أول غلطة نحن ما بيحاجة نصرف مليار و 300 مليون دولار دواء طيب بقلنا بالمليار و 300 مليون مليون دولار نصرفهم دواء مليار و 200 مليون مستوردين وأنه كم كل يتصيدل وقدام نخرج صياد وكيميائيين ومهنسين صناعيين ومهنسين كيميا وإلى آخر وفنيين وعطلين عن العمل بيجي أنا بقول لو فيه قرار سياسي جريء أوكي شن الأدوي لأني ما فيني صنعهم لين عليهم بيتنت الباقي كلهم لازم يتصنع بلبنان وممنوع استيراده والسلام ما بسجله مثل ما عم تعمل كل هالدول روح يسجل دواء لبناني إذا فيك بمصر وهذا ينطبق على صناعات أخرى غير دوائية لبني وجبني مثلا لبني صرنا نستورد لبني نحن الشعب اللبنان صرنا ناخد لبني مستوردة برغل طحين هذه كلها منتجة محليا في لبنان منتج بفائد تحدثت في أحدث مؤتمراتك الصحفية مع العدل الوزير أن هناك أغراق فعلي للسوق اللبنانية وقال محتى إلى أنه متعمد نوعا ما كل دولي بنفهم لكن المسؤولين كيف يفكروا دول العالم الرؤسة قدام شعبهم قدام بيوجد فرص عمال قدام بيصدره نحن ما بيعنينا قدام نصدر خير إن شاء الله وبلا ما هو شو يعني نصدر نصدر يعني منعزز ميزان المدفوعات منصدر يعني منعزز الميزان تجاري منصدر يعني نوجد فرص عمل منصدر يعني منعزز النقد الأجنبي ببلادنا منصدر يعني منخفض كل المؤشرات السلبية أنا قبلت كتير وزراء زراعة وصناعة من دول عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية شو هو السؤال أدي بتصدر المرات عمصير أغرق بالكرسي شو بديله ده بصدر بضحك عليه بضحك عليه يعني تصور أنت بالنمسا هو بيقول لي بدي صدر بيصدر مية وستين مليار دولار أنا بصدر بثلاثة مليار دولار أدي على خمسين مرة بصدر كتالونيا بصدره خمسة وسبعين مليار دولار أدنى على خمسة وعشرين مرة طبعا هي أرقام مخجلة ولكن لنكون أكثر تحديدا لنحاول أن نوضح الأسباب مثلا أخبرنا من هي الدول التي تغرق السوق اللبناني وهل هي ربما سياسة متعمدة يعني هل يستهدفون إضعاف لا 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 ما حدا بيستهدف لا لا تجار لبناني يبرعهم بضع أرخص من اللبناني وخلصة القصة بديعهم من أرخص وقدرين يفوتوا على السوق من هي الدول؟ أي دول؟ أول شيء تحدي أوروبا أكثر دولة بتصدر على لبنان 8 مليار دولار الصين مليار 2 دولار تركيا مليار دولار مصر 700 مليون دولار خلصوا شو يعني بدك بعد الدول العربية البائية بصدرون 7800 مليون دولار إذن يبدو أنه يجب وضع روسيا 600 مليون دولار أوكرانيا 600 مليون دولار عديتلي كل دولار تقريبا عديهم بيطلعوا يعني يجب وضع ضوابط للتجار اللبنانيين على ما يبدو شروط لتحديد سلعة مسموحة استرادة منقول في سلعة من انتجها بالبلد شو هي؟ في سلعة من انتجها لبناء؟ أوكي بحط أنا رسم على النبلي نعم أو بمنع استراد لشو المانع؟ هلأ مثلا الاتحاد الأوروبي اللي هو أكتر أكبر منظر أكبر منظر الاتحاد الأوروبي بشي اسمه حريط التجارة شاهي؟ نعم حاطت على الدجاج لبرازيل اللي أكبر منتج بالدواجن لبرازيل حاطت على الدواجن لبرازيلي كوتا ممنوع يفوت أكتر من النسبة معينة خلاص هلأ؟ شو قد يعني؟ هلأ بين الأوروبيين وبين الأمريكان بين الأوروبيين وبين البرازيل بين الأمريكان والصين بين الأوروبيين والصين بين تركيا والصين هذه الفترة كان الصيني يغرق العالم بالحديد أمر الأتراك حطوا 40% على الحديد الصين بسيطة حطوا رسم 40% على الحديد الصين لحماية أسواقهم طبعا طبعا هل تعتقد أن الاتفاقات التجارية الموقعة سابقا من قبل الحكومات المتعاقبة فيها خلل؟ طبعا إنه ليس سلوك تجار من القطاع الخاص هناك حتى اتفاقات ترعاها الحكومات يكونوا ضغطوا التجار لأننا عملت اتفاقية ما تخافي يعني ليش بدي أقبل مع الاتحاد الأوروبي يرفض يحط بقلب الاتفاقية الخدمات ما يحط ضمن الاتفاقية حتى تنشال الجماريك على الخدمات التي بتتصدر من لبنان على أوروبا ليه بدي أقبل؟ خدمات مثل ماذا تصدير خدمات شعرية؟ سماعة الإيتي مثلا المعلوماتية البروغراميج سوفتواير مثلا ليه بدي أقبل؟ ليه؟ بأي منطق طب أنا فتحت له أسواق ويشوف فتح لي شوفه ليه بدي أقبل مع الصين أنه يصدر لي بمليارين دولار أنا أصدر له بعشرة مليون دولار الصين الصين تقدر تأخذنا نحن وإنتاجنا مع بعض منضيع بشي شارع هنا ألا يمكن إعادة النظر بهذه الاتفاقيات طالما أن الحكومة يعني رفعت شعار الإصلاح والنهوض بالاقتصاد واستعادة الثقة بلا بلا مفترض يعني حنروعها هندهور يعني ببساطة هندهور خاصة مع أزمة النزوح السوري يعني كيف أثرت بالتحديد على الصناعة أزمة النزوح السوري؟ هل هناك منافسة من صناعيين سوريين لصناعات المحضية؟ طبعا ما شكوه يعني أنهم متتعاضة وعمتتنام كل يوم بكل يعني هل هناك مصانع انتقلت بالكامل إلى الوصنان وفق ما نسمع؟ لا 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 مفي مصانع بهذا الحجم الكبير مصانع خذي سميها مصانع صغيرة مصانع صغيرة ربما صناعة النسيج صناعة أغزي صناعة وراء صناعة صناعة صغيرة يعني ما فيم بين قدامنا صناعات كبيرة لكنها أضرت بالصناعيين على ما يبدأ؟ هو بتضرب شغلتين. أولا نعرف شو عم بيصير بالسوق وتاني نعرف شو عم بيصير بالنوعية وبسلمة الغذاء. هل قامت وزارة الصناعة والوزارات الأخرى المعنية بالمساعدة على خف التكاليف الانتاج لمساعدة لمصنع لبناني الاستمرار؟ وزارة الصناعة ما بتقضي تساعد بشي. وزارة الاقتصاد مثلا؟ لا. هون دور وزارة الطاقة ووزارة المالية. الطاقة فيه شيء اسمه ساعة صناعية بس بعده كلفة الكهرباء في لبنان حتى مع الساعة الصناعية. اللي مطبقة أحيانا. اللي بتعطيها مؤسسة الكهرباء للصناعيين. مش كافية. يعني بعدها عالية كلفة الكهرباء في لبنان. قياسا على الدول التانية. الفيول والمزوط غالب. قارن لنا الأسعار لو سمحت مع الدول المجاورة. بما أنه جمهور الميادين من مختلف الدول العربية تحديدا. هل يمكن أن تقارن لنا هذه التكاليف بتكاليف أخرى؟ يعني مثلاً عندك الكهرباء في لبنان تقريباً بساعات الظروي عشرين سنت. بساعات الظروي تقريباً خمسة عشر سنت. وإذا فيه بالساعة الصناعية بثمانية تسعة عشر سنت. بالدول العربية بثلاثة سنت. أربعة سنت. لتر المزوط بلبنان يعني عم تحكي بسبعمية خمسين ليرة. تمانمية خمسين ليرة. حسب سعر المزوط. كي بيطلعوا بيوصل مرات لألف ليرة. بالدول العربية قياساً على لبنان تحكي لك 200 ليرة. الأرض الكلفة ننفوت على الكلفة. بلشنا بالطاقة حكينا الطاقة. يعني إذا بديك تقارن السعر الطاقة بلبنان كهرباء ومزوط مع مصر مع سوريا مع السعودية ما في مجال المؤارنة. واحد لأربعة واحد لخمسة. طيب تجي للأرض روحي على عملي مصنع بمصر على 6 أكتوبر يعطوك أرض ببلاش. تجي بتشتري أرض بلبنان 200-300 دولار. أقرأ أرخص شي. تجي على كلفة ليرة العاملة. العاملة لنا إذا أخذوا عاملة أجنبة يعطوه 300 دولار أو 200 دولار. الدول العربية 50 دولار 100 دولار. إذا لبنان 500-600 دولار لأكل دولار. طيب شو يعني؟ شو اختراع يعني؟ كلفة الإنتاج؟ مش اختراع. وهن بيدعموا التصدير في ردية على الصادرات وبيحطوا عقبات على الاستيراد عندهم. شو يعني؟ شو عم نختراع؟ شو يعني؟ يعني اختراع؟ أو والله اكتشاف الماء السخنة؟ الماء السخنة بس بيحطوا على النار ويساقنوها لا دي. يعني ما بدأ مكترناك؟ تماما. معاني الوزير للأسف فقط ننتهى بالكامل. ونحن استثنائيا هذه المرة الغين الفاصل بين المحورين في هذا الحوار لنستفيد من المعلومات القيمة التي تقدمها معاني الوزير. نأمل أن تتوصل مختلف الوزارات المعنية إلى ما هو لمصلحة المواطن اللبناني بالدرجة الأولى. نشكر لك هذه المشاركة القيمة في الحوار الاقتصادي. والشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة